السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزمالك عن بيان اتحاد الكرة المصري عايزين حقنا علق حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق للزمالك على أزمة الحكام في الدوري المصري بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لقرة القدم بنادي الزمالك وأصوان التي أقيمت أمس السبت ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف وقال حسين السيد في تصريحات خاصة له جميع البيانات التي تصدر تكون إثبات حالة فقط ولن تؤثر في شيء ولابد أن يكون هناك حل مضيفا لابد من تصعيد الأمور لأن هناك سوء في المستوى التحكيمي منذ سنوات بالإضافة إلى أن الأمور تتطور وأصبحت تتجه للإنحياز والانتماء حكم جزائري شهير ينصف الزمالك في مباراة أسوان وأضف لابد من وضع حل جماعي من الأندية لتلك المهزلة الحكام كلهم أصبحوا سيئين والحل هو جلب لجنة حكام أجنبية برئاسة شخص أجنبي يدير لجنة الحكام واختتم قائلا الأمر كبير ولا يوجد شخص يعالج أخطاء الحكام هناك دول عربية كثيرة لجأت للحكام الأجانب ولا توجد أزمة في جلب حكام أجانب لإدارة المباريات أو ننسحب ونخوض مباريات في الدرجة الثانية حتى يتم حل أزمة التحكيم